بعد ما اتطمننا على احوال التقس والحمد لله حيبقى فيه يعني حالة كده من الدفء وارتفاع لدرجات الحرارة وده طبعا اللي كان قيله خبراء هيئة الارصاد الجوية فيه بيان ليه انه النهاردة الخميس والجمعة هيبقى فيه حالة من ارتفاع درجات الحرارة فبالتالي هتبقى فرصة كويسة ان احنا ننزل ونخرج ونتفسح ونروح نزور قريبنا وهيبقى ان شاء الله عيد حب عليكم بألف خير وبألف سلام تعالوا برضو زي ما اتطمننا على احوال التقس تعالوا نروح نشوف احوال المرور وجوجل ماب بقى دايما اللي بيطمننا وبنعرف بيه مع حضراتكم احوال الشوارع ايه علشان لو فيه مكان فيه زحمة نبتدي نقول لحضراتكم من بدري كده اخدوا الطرق البديلة احنا دلوقتي موجودين فيه صلاح سالم صلاح سالم حتى الان الحمد لله اللون الاخضر هو المسيطر فاضي فيه طريق سالك لغير دلوقتي الحمد لله واحنا دلوقتي اهو طلعين من صلاح سالم صلاح سالم بيقول انه هو الحمد لله فاضي ولكن رايحين كبري 6 اكتوبر فكبري 6 اكتوبر فيه كثافة عالية من الزحام فبالتالي بننصح بقى انه اللي هيطلع دلوقتي كبري 6 اكتوبر الحق ما تطلعش واخد طرق بديلة عندك من تحت رمسيس معين انا شايفة برضو انه ممكن يكون رمسيس برضو زحمة من تحت فبالتالي لا اخد الطريق الدائري بقى يعني حاول ان انت دلوقتي الدائري افضل بس وهم بياخدوا الدائري يا رحمة عايزين نقولهم دايما ان هما لازم يسوقوا بالسرعات المقررة واقل كمان من السرعات المقررة سوقها بنراحها عشان ما حادش يتفاجئ لفيه عربية قدام صح وقفت والفرشل وانت ماشي ده غلط خالص صحيح ماشي لازم توقفت الفرشل ده ماشي وحاجات كتيرة جدا لازم عشان الشابورة يا رحمة عالية والشابورة كده نحادي شوية نحادي نحاديش يجري نحادي شكرا